يو الصينيون لا يريدون المستهل وما عندهم حدود للإبداع وأنا متأكد أنك أول مرة ترى فيها سمارتفون مثل هذا وينيجيب شاشة داخل هذه الضائرة أنعم كما سمعت الخاوة هذه الشركة نسخة ميزة من الهواتف الرائدة ودمجتها في إطار الكاميرا وينتمد لك عشر خصائص أهمها رؤية الساعة رؤية التنبيهات ونسبة الباطري مع بوصلة حقيقية والأهم كامل يمكن لك تأخذ صور سيلفي من الكاميرا الخلفية بدقة 24 ميجا بيكسل حاجة طوب ما شاء الله هذا السمارتفون اللي اسمه الفوسي بوت F101 برو مخصص لعشاقة تخيم والبرية سعره ما رح يكون غالي كثر رح نترك لكم الرابط اللي لقيتوا فيه للشراء من آليكس برس وقولوا لي إذا أعجبكم العرض هذا أو لا في التعليقات نتكلموا على الكونسيبشن عندك هاتف هذا ضد الكسر بجميع معايير الصلابة الـ IP68 يعني تقدر تعوم به أو يسقط من علوم متر ونصف على الخرصانة بدون ما تخفى له في المقابل عندك هاتف خاشن بسمك 20 ميلي متر وزن 350 غرام ليس أثقل للهواتف لكنه غير مناسب للناس العاديين هذا هاتف صلب بملمس يشبه الجلد في الظهر مع شاشة صغيرة والجوانب صلبة كثير مع أزرار بسيطة نشوفوا من الأسفل منفشحن طايب سي من الجهة الثانية زر مخصص مع سيبور وضع الشريحتين والمايكرو SD أما السبيكر موجود هنا في الخلف في هذا الثقبين والصوت عليه عالي لكنه مش شنقي مدلو 7.5 على 10 وزر البصمة يأتي مدمج مع زر الباور والتعرف على البصمة مثالي وصرعة الفتح شوية ثقيلة وبالنسبة لواجهة النظام جاء قريبة للأندرويد الخام وجدت أنه ديزاين بسيط مع سرعة لا بأس بها في الإعدادات نلقاوا الدراس بيد لإيقاف عمل التطبيقات في الخلفية والحفاظ على الباتري وعندي خاصية الميموري إكسبانشن تزيد لك 7 جيجا من ذاكرة للرام مفيدة لفسح الكثير من التطبيقات في نفس الوقت ولدينا الإمكانية للتحكم في إعدادات الشاشة الخلفية الثانوية مثلا تختار شكل الساعة والصطوع ومدة التشغيل وكل شيء تتحكم فيه ببساطة وأما الشاشة الرئيسية وهي بسيطة بحجم 5.4 إنش مع حواف كبار من نوع IPS LCD بدقة 720x1440 بيكسل وكثافة 221 بي بي آي ميزاتها على النظام بسيطة ورغم أنها شاشة HD بلاس لكن الألوان اللي لها عجبوني والشيء الثاني اللي أعجبني فيها معدل أخلم سقوي أعطيها 8 من 10 كل هذا مع مع معالج ميديا تك هيلو بيس 10 مش جديد بتكنولوجيا 12 نانومتر والرسومات معالج المالي G72 MP3 مع ذاكرة 128 جيجا ورام 8 جيجا قابلة للتوسيع حتى 15 جيجا حقق على الانتو تو 247 ألف نقطة أداء لا بأس به لكن أداء الرسومات ناقص نوعا ما جربت أولا لعبة أصفلت اللي كان أداءها جيد مع ارتفاع خفيف في درجة الحرارة أما لعبة كود شغلها بـ 30 فريم على الجودة هاي كان لعب سالس كما قلنا معدل أخذ اللمس جيد وارتفاع درجة حرارة ملحوظة عند اللاعب المطول لهذا نقوله أنه مش هاتف تألعاب لكنه هاتف ترحلات برية مع هذه الصلابة وبالطارية 10600 ملء أمبر صمدها مقبول مع شارجر 18 وات وينتقول الشركة أنها تصمد 15 ساعة مع الألعاب أو 16 ساعة في التصفح أو 1100 ساعة إذا تركناها على الجنب ونظن هذا الرقم مبالغ فيه شوي كما يدعم الأنفسي والفورجي بأندرويد 13 شبكت عليه دودتها مقبولة مش قوية كثير أما الكاميرات عند الكاميرا خلفية 24 ميجا بيكسل مع كاميرا 5 ميجا بيكسل وكاميرا ثالثة مساعدة المهم دودة الصور مش بهذه القوة اللي يمكن تتخيلها بعد ما تشوف ديزاين هذا الصور كانت عادية الألوان عليها متوسطة تحس فيه ديناميك رينج مش مظبط مع تشبع ألوان مرتفعة شوي عملت أكثر من لقطة بين صور عادية وصور بالتقرب في مختلف أنواع الإضاءة وكان ضعب جدا الحصول على نتائج مرضية والشيء الواحد اللي ممكن يفيد هو استعمال الكاميرا الخلفية لصور السلفي وهذه نتيجة صور أمامكم حتى هي مش مبهرة لهذه الدرجة اللي كنت متوقحة عند شراء هذا الهاتف أما الفيديو بجودة الـ Full HD تحس أنه بجودة الـ HD وقولوا أنه مش صالح للاستخدام في المقابل سلفي 8 ميجا بيكسل لاحظت أنه الـ Contrast وصوته عاليين شوي لكن يمكن التحكم فيه بسهولة كبيرة مع تصوير فيديو في الـ HD بجودة متوسطة وفي الآخر قولوا لي أنتم عليك بزينا لراكم تتابعوا فينا وش رأيكم في هذا الوحش الجديد والغريب في الأسواق ولا تنسوا أهم شيء دعم ابن بلدكم بالاشتراك في الشانل ولايك لهذا الفيديو المتواضع هيا سلام عليكم دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة